في تونس خلافات في اكثر من اتجاه فعلى وقع استمرار الاعتصام في البرلمان تؤكد كتلة الحزب الدستوري الحر ان بقاء الغنوشي على رأس البرلمان خطر على الامن القومي من جاته يحذر الرئيس قيس سعيد من ان بلاده لن تصبح مرتعا لمن وصفهم بعملاء الخارج واصحاب الحسابات السياسية الضيقة فما مخارج الازمة التونسية وكيف تخلط الخلافات اوراق تشكيل الحكومة الجديدة فانضم الينا من تونس عضو مجلس نواب الشعب عن الحزب الدستوري الحر هاجر النايفر شخرون استاذ هاجر مرحبا بك معنا استمعنا اليوم الى مواقف مهمة اولا من رئيس قيس سعيد وايضا استمعنا الى الاستاذ عبير موسي في مؤتمرها الصحفي اين اسألك عن مواقف الرئيس والتصريحات التي اطلقها عندما يقول الرئيس سعيد لا مكان بتونس لمن يتآمر مع الخارج ضد الشرعية الى من يشير برأيك تحديدا هنا السلام عليكم ومرحبا بسادة المشاهدين لسكاي نيوز العربية شكرا على الاستضافة مدخلة سعيد رئيس الدولة التونسية كانت رسائل مشفرة مع كل الاسف تكلم عن مؤامرات داخلية وخارجية تكلم على المشاكل التي يتعرض اليها الدولة التونسية ايضا تكلم الى ان تونس ليست عن منأة عن المشاكل خاصة عندما يتحدث عن جربة وجرجيس التي هما في الجنوب التونسي يتكلم على 2500 يعني ارهابي داخلين الى تونس عن طريق تركيا كل هذه الرسائل المشفرة كذلك تكلم على الشرعية وهنا نتساءل ما معنى وماذا يقصد ومن يقصد بالشرعية مشكلة بالنسبة لتونس الى اليوم الرئيس التونسي لم يخرج بوجه مكشوف ولا يتكلم بكلام مكشوف تمنينا ان يتكلم الى الشعب التونسي بلغة يفهمونها ورسائل يفهمونها الكل تقريبا الى اليوم لم نعد نفهمه والرسائل التي يطلقها لمن هي متجهة طيب ايضا السيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر كان لها ايضا اليوم مؤتمر صحفي مطول عرضت فيه اسباب الاعتصام في البرلمان دعينا بسرعة نستعرض بعض ما جاء في كلامها السيدة عبير موسي اكدت ان بقاء راشد الغنوشي على رأس البرلمان خطر على الامن القومي وقالت ايضا ان الاعتصام في مجلس النواب كشف حقيقة حركة النهضة وان البرلمان اصبح يحتضن الارهاب ودعاة العنف هذا كلام يعني خطير سيدة هاجر الى اين تمضي الامور في هذا السياق هناك الان مطالب وهناك عريضة قدمت لسحب الشرعية وسحب الثقة من السيد الغنوشي هذه اتهامات خطيرة عندما يعني توجه اتهامات مباشرة الى السيد الغنوشي الى حزب النهضة وربطهما بالارهاب هذه مسألة تتعلق بالامن القومي الى اين تسير الامور في هذا المسار برأيه قبل كل شيء اريد ان اذكر ان كتلة الحزب الدستوري الحر معتسمة بالبرلمان منذ يوم الجمعة 10 جولي 2020 واليوم دخلنا الى اليوم الثالث عشر من الاعتصام الاعتصام الى اليوم متواصل وقمنا بتحويل اعتصامنا الى مكتب رئيس البرلمان راشد الغنوشي دون تعطيل دخوله او خروجه ونضع الجميع امام مسئولياته اليوم الاعتصام حقق من الاهداف اولها كشف وفذح حقيقة الخوانجية امام الرأي العام الوطني والدولي بانهم غالطوا وقدموا انفسهم على انهم ذحايا ومثهدين من الانظمة السابقة وبينوا للجميع بانهم ميليشيات تتحرك في اطار عمل اجرامي وتستعمل العنف والتحريض والتجيش اليوم كشفنا الخوانجية وقلنا انهم حازوا عن الميدالية الذهبية في الكذب هم ابعد ما يكون على تعاليم الدين الاسلامي السمحة الكذب من الكبائر وشهادة الزور تجار الدين خزروا تجارتهم في تونس طيب هذا كلام له جانب عاطفي استاذ الهاجر دعيني اتكلم معك في السياسة هذا تكتل يملك اكبر عدد من اعضاء البرلمان 54 عضو بشيك الان نحن بصدد تشكيل حكومة جديدة في تونس هل يمكن ان يستثنى اكبر تكتل برلماني من المشاركة في الحكومة القادمة عن اي تكتل برلماني هو هم حزيبات يعني حزب النهضة حزب ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس حزب قال تونس اليوم يراوخ اما ان ندخل في الحكومة ونحكم او ان نقف الى جانب النهضة تونس لا تهمهم بقدر ما يهمهم الحكم وهذا اكبر دليل عنهم ابعد كل البعض عن الديمقراطية هم متشبثون بالحكم السؤال يسأل ماذا يعني ديمقراطية والتشبث بالحكم وانتم سمعتم ما قاله رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة من تعاود ورسائل مشفرة الى مناصرهم ومناظليهم انهم يقولون الموت او السحل او الدعاء بمن لا يؤمنون بديمقراطيتهم كل هذه هي رسائل اذا دلت على شيء فهي تدل على ديمقراطية الذين لا يعترفون بها الى اين تسير مسألة سحب الثقة او نزع الثقة عن السيد الغنوشي هناك الان عريضة واعتقد الجميع بانتظار تحديد موعد هل هناك اي تطور بالنسبة لهذه الجلسة كان من المفروض ان اليوم يقع اجتماع مجلس المكتب مكتب عفوا مكتب المجلس لكن مع كل اسف دائما المراوغات وهم يريدون ربح الوقت للمفاوضات لذلك قرروا ان يكون الاجتماع مكتب المجلس سيكون غدا ان شاء الله لتحديد الجلسة العامة لسحب الثقة من راشد الغنوشي نتمنى ان تكون الجلسة موفقة ولا يأتون بمبرارات او او مشاكل اخرى هل هناك الاعداد الكافية لسحب الثقة عن السيد الغنوشي 109 هو الرقم السحري الى حد الان نحن وضعنا على ذمة يعني النواب وضعوا على ذمة مكتب المجلس 73 امضاع ونحن اضفنا الى تلك اللائحة وليست لائحة اخرى بل اضافة اضفنا الى 73 امضاع من النواب 16 امضاع وبالتالي لدينا العدد الكافي لتمرير هذه اللائحة يعني لائحة سحب الثقة وهالبقية تأتي اكيد ان هناك العديد والعديد من النواب لا يريدون الظهور من الاول لكن في حالة طبول هذه اللائحة سوف يأتي الكثير لان يعني النواب كلهم مقتنعون بان راشد الغنوشي هو سبب المشاكل عدم تمرير اللوائح يعني القوانين لا تحترم صراحة يعني مجلس النواب اصبح مرتع باتم معنى كلمة للارهاب وهذا القطرة التي فافضت الكأس شكرا جزيلا لك سيدة هاجر النيفر شقرون عضو مجلس نواب الشعب عن الحزب الدستوري الحر كانت معنا من تونس